السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلقت شاومي أولاتي من ذكية من سسلة سيفي في سبتمبر 2021 والذي كان يتميز بتصميم مماسي فخم ولكن الأسف لم يتم يطلقه عالميا فقد اقتصر توفره في السوق الصينية فقط على الرغم من مواصفاته المثيرة للاهتمام مثل الشاشة OLED 120 هرسز والشحن السريع بقدرة 55 واط والكاميرات التولاتية بدقة 64 ميجابيكسل الآن وفقا لمعظم التسريبات فإن شاومي تساعد إطلاق خالفة لهذا الهاتف مع تحديث خفيف والذي يتمتل في المعالج المركزي بحيث يتم استبدال معالج سناب دراجون 778 جي بمعالج أقوى سناب دراجون 778 جي ولكن مع إضافة بلس يأتي سناب دراجون 778 جي بلس مع زيادة بنسبة 20% في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مقارنة بالإصدار السابق مما يعني أن شاومي سيفي اتنان يعيد بأداء أفضل من الهواتف التي تعمل على سناب دراجون 778 جي لكن يمكن أن يكون لذلك تأثير بسيط على استهلاك البطارية وهذا مجرد اشتيرات كما سبق واشرت تعد هذه الشريحة أحدها متغيرات مع واجهات MIUI 13 والتي على الأرجح ستكون مبنية على أندرويد 12 كل شيء آخر يبدو كما هو في الإصدار السابق بدءا من البطارية والشحن والشاشة وحتى الكاميرات وربما تسمم كذلك لن يعرف أي تغير كان هذا فيديو سريع أحببت أن أشارك معكم فيه تسريبات عن هذا الهاتف الواعد والذي نتمنى رؤيته في أسواقنا المحلية إن شاء الله شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته